هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكواتي اليوم رح نصحح الخرافات حول الانتصاب الصباحي والقصف الليلي معظم الرجال بيعرفوا شو يعني انتصاب صباحي وتقريبا كل الرجال بيعرفوا شو يعني احتلام اما قصف الليلي انما في كتير كتير افكار خاطئة حول الانتصاب الصباحي والقصف الليلي اليوم رح نصلحون اول شي السؤال اللي فينا نسأله هو انه ليه حدا عنده انتصاب صباحي شو العوامل اللي بتخلي انه يكون فيه انتصاب الصباح وشو يعني اذا الواحد عنده انتصاب صباحي بتعمل اشخاص بيفكروا انه الانتصاب الصباحي هو بس علامة انه المسانة ملانة ولازم يبولوا لانه الواحد بس يوعى الصباح بيتلعى باله يبول لانه كل الليل كان عم بيخزن بول بس بالحقيقة المسانة ما قلع علاقة مع الانتصاب الصباحي الانتصاب الصباحي متعلق بغير عوامل بيولوجية وفيزيولوجية عم بتصير مع الرجل إثناء الليل وما إلا ولا أي علاقة مع البول والمساني بس السؤال هل هو طبيعي أنه الشخص يكون عنده انتصاب صباحي كل يوم طبعاً الانتصاب الصباحي المتكرر طبيعي إنما إذا أنتم من النوع اللي ما عنده انتصاب صباحي كل يوم كمان هيدا الشي طبيعي الظاهرة الوحيدة اللي فيها تسبب قلق هو إذا كان عندكم انتصاب صباحي وصالكم فترة ما بقى فيه انتصاب صباحي ويومنا نفهم شو عم بيصير بحياتكم هل كتير عم تشتغلوا هل عم تكونوا كتير متوترين وفي كتير ضغوطات هل عم بتناموا مميح هل عم بتاخدوا كتير منشطات السناء نهار تشربوا كتير قهوة وتاخدوا أدوية تتناموا كل ليلة كل هالعوامل بتأثر على الهرمونات وبتأثر على نومكن وكمان رح تأثر على الانتصاب الصباحي متلازمة انقطاع النفس اسناء النوم كمان فيها تسبب مشاكل بالدورة الدموية بمستوى الأكسجان اللي بيوصل لدماغ وفيها تأثر كمان على الانتصاب الصباحي فنحنا بس نسأل السؤال هل عنكن انتصاب صباحي بنا نقارن الجواب مع الماضي يعني اذا كان عنكن بالماضي انتصاب صباحي وما عيد عنكن انتصاب صباحي هون بنا نحط نقطة استفهيم شو عم بيصير معكن هل هيدا الشي بيولوجي ام نفسي والعكس صحيح اذا انتو عم بتعانوا بمشكلة انتصاب انما في انتصاب صباحي ساعتها بنعرف انه السبب منه بيولوجي انه السبب نفسي انما بس ما يكون في انتصاب صباحي هون فيكون السبب نفسي ام بيولوجي من هيك منجرب نفهم شو عم بيصير على المضبوط معكن فالشخص صار كبير بالعمر عم بيكون عنده مشاكة بالانتصاب وما عيد في انتصاب صباحي بطريقة متكررة يعني صلو ثلاثة شهر ما فيه ابدا انتصاب صباحي هون رح نفكر بعوامي البيولوجية خاصة متعلقة بالشريين وبالهرمونات خرافة اخرى متعلقة بالانتصاب الصباحي هو انه هيدا الانتصاب متعلق بالاحلام بالحقيقة هيدا النوع من الانتصاب ما قلو علاقة بالاحلام تعبولكن انما قلو علاقة بمرحلة النوم لانتو فيها فعادة بسكونوا بمرحلة نوم حركة العين السريعة اما الرمس ليب بهيدا المرحلة بيصير في انتصاب مضبوط انه بهالمرحلة كمان بيصير في احلام بس الامرين منن متعلقين ببعض لذلك الرجال اثناء هالمراحل من النوم عادة رح يكون عندهم انتصاب ليلي ما بيتذكرون عادة انه بيكونوا نيمين واكتر شي عنا الرمس ليب اما المرحلة النوم مع حركة العين السريعة بتصير اكتر شي الصباح لذلك الاشخاص بس يوعوا بيعوا من هيدا المرحلة للنوم بيعوا عادة مع احلام وبيعوا بيلاحظوا انه عندهم انتصاب صباحي عادة بهالمرحلة من النوم بيكون فيه تصبيت عصبي يعني انتوا واعيين كل الوقت عقلكون زهنكن مانع الانتصاب انتوا نيمين بس تكونوا بالرمس ليب بهيد المرحلة من النوم عم بينشيل هيدا المنع لذلك المعلومات اما الرسائل اللي رايحة من الدماغ بالحبل الشوكة صوب الحوض رح تكون شغالة وهذا الشي رح يسبب انتصاب ليش عم بيصير هالشي بعد ما بنعرف هل هالزاهرة كرميل يصير فيه تدفق دم اكتر بالعدو الزكري تيضل محافظ على وظيفته حتى اذا انتوا ما عم بتميرسوا الجنس بعدنا مش اكيدين من الجواب انما كانوا بالزمنات يعملوا فحوصات تيشوفوا اذا الانتصاب الليلي عم بيصير مضبوط كرميل يقدروا يفهموا شو اسباب مشاكل الانتصاب اليوم ما بقى كتير بيعملوا هالفحوصات لانه بيعتبروا انه عكل احوال العلاجات هي نفسة انما كتير مهم نفهم ونقدر ندروس نوعية النوم عند الاشخاص اللي عم بيعانوا من تعب من اوجاع وكمان من مشاكل انتصاب فتنفهم الموضوع احسن في دوائر عصبية وهالدوائر العصبية اللي بتروح من الدماغ للعضاء التنسولية اما الحود اما العضو الزكري عند الرجل بتصير تتحرك وتشتغل اثناء هيدا النوع من النوم لانه شلنا المنع فما قلعيليها ابدا ابدا بالاحلام تالت فكرة خاطئة عنا اياها هو اذا ما ابا عندي انتصاب صباحي يعني اكيد اكيد عندي مشكلة بيولوجية هون منها نرجع نذكر صحيح انه الانتصاب الصباحي هي ظاهرة بيولوجية انما اذا ما عم بتناموا منيح اذا انتوا كتير مهمومين اذا في كتير سترس وتوتر اذا عم تاخدوا ادوية تتناموا ام غير انواع من الادوية اذا بستوعوا ضغري عم بترقبوا اذا في انتصاب ما في انتصاب واذا هيدا الموضوع كتير شغلكم بيلكون ساعتا ما رح يكون في انتصاب صباحي بدون ما يكون في عن جد مشكلة بيولوجية في مركة جديدة للادوات الجنسية الطبية هي نوع من الخاتم للعدو الزكري خاتم مثل الساعات الزكية بتعرفوا الساعات الزكية رح تحسب ضربة قلبكن قدي عم تمشوا امتها لازم تتنفسوا فهيدا الخاتم هو خاتم زكي بينقول المعلومات اذا عم بيكون في انتصاب بالليل اما لأه هدا الشي بيعطيكن فكرة عن صحتكن الجنسية وكمان عن نوعية النوم عندكن عادة عن شخص ما عم بيعاني من مشاكل نفسية وبلشي لاحظ انه ما بقى عنده انتصاب صباحي مدل قبل هيدا فيها تكون علامة انه عم بيبلش يعمل مشاكل بالشرايين ام بركة عنده مشكلة بالنوم وهوني لازم يشوف طبي متخصص وبعد الاوقات فيكون شي متعلق بالبروستاتا هدا الشي بيصير اكتر عند الرجال اللي بيكونوا فوق الاربعين والخمسين سنة خرافة اخرى عناياها حول الانتصاب الصباحي هو انه اذا في انتصاب صباحي يعني رح يكون في احتلام بنا نعرف انه مش دايما في الصلة بين الانتصاب والقصف وفي كتير شباب بيفكروا بما انه عند انتصاب صباحي يعني لازم متع نفسي واقصف ام لازم ميرس الجنس واقصف لا ما العلاقة بما انه انتو بالليل اصلا بيصير عنكن ستة لسبع انتصاب ليلي اكتر الاحيان ما بيصير في قصف ففي الرجل يكون عنده انتصاب وما يوصل للقصف ومش يعني كل ما رح يكون عنكن انتصاب لازم تقصفو والانتصاب الصباحي والليلي مش مرتبتين بالقصف الليلي لانه القصف الليلي كمان فيصير من دون انتصاب هول امور مختلفة فيون يكونوا متوجودين مع بعض يعني يصير في انتصاب بالليل يصير في احتكاك بالتخط وهذا الشي يسبب قذف انما مش ضروري يصيروا مع بعض وهذا الشي بيوصلنا للفكرة انه الانتصاب الصباحي هو اخر انتصاب ليلي يعني انتو مش بس عنكن انتصاب صباحي انتو تقريبا كل تسعين دقيقة رح يكون عنكن انتصاب ليلي يعني تقريبا رح يحصل ست انتصاب ليلي اذا عم بتناموا ثمان ساعات وكل ما الواحد بيكون اصغر بالعمر يعني المراهقين كل ما رح يكون الانتصاب الليلي اطول يعني فيكم من كم دقيقة لخمسة واربعين دقيقة وكذا مرة بالليل هلا اذا انتو عم توعوا بالليل متضيقين عم بتحسوا بيوجع بسبب الانتصاب الليلي واثناء النهار عم تكون كتير انتصاب بدون تحفيز جنسي بدون ايسارة انتصاب عفوي هون لازم تشوفوا طبيب مسالك بولية تتشوفوا اذا فيه مشاكل بالدورة الدموية عندكن عم بتصبيب انتصابات متتالية وهون الواحد بيفكر بالقصاح لعادة اسبابه متعلقة ب مشاكل بالدورة الدموية ما قلع علاقة بمشاكل الانتصاب وبهالحالة الواحد لازم يستشير طبيب مسالك بولية وبما انه حكينا عن القصف الليلي كمان بدنا شوي نوضع بعض الامور متعلقة بالقصف الليلي تتقدروا تفهموا شو المضبوط والغلط مثل الانتصاب الليلي القصف الليلي عادة ما بيسببوا حلم جنسي بعد الاوقات رح يكون في حلم جنسي ورح تتذكروا ورح تشعروا بالقصف ورح تشعروا بالنشوة إنما اي نوع من الحلم القوي وين رح يكون فيه مشاعر قوية بهذا الحلم مثل خوف كتير قوي إيسارة كتير قوية مش ضرورة جنسية وين فيه ضربات قلب كتير سريعة بما انه المنع اللي بيجي من الرأس منه موجود فيها تسبب ردة فعل وفيها تسبب قصف بالليل بس كمان فيه خرافة حول القصف الليلي عنا ياها هو إنه هيدا الشي بس بيصير عند الرجال عند الرجال فيه برهان إنه صار فيه قصف الليلي لأنه رح توعوا رح تشوفوا أم رح تحسوا بالسوائل على الملابس الداخلية عند النساء ما عنا برهان إنه وصلوا للنشوة إثناء النوم معظم السيدات بس يحسوا بإيسارة بيصير فيه ترتيب بالمهبل إنما ما رح يطلع السوائل لبر ما رح يكون عندهم قذف بس يوصلوا للنشوة ودراسات أبتت إنه تقريباً 85% من النساء بيتذكروا إنه وصلوا للنشوة هني ونيمين إنما في كتير أشخاص ما بيتذكروا إنه حسوا بهذا الشعور إثناء الليل وبما إنه ما بيشوفوا برهان ما بيعرفوا إنه وصلوا للنشوة ليلية عنا كمان هالفكرة إنه هالزاهرة بس بتصير عند المراهقين وإذا أنا رجال عمره 30 سنة أم 40 سنة مش مفروض يكون عنده احتلام أم قذف الليلة مزبوط إنه عند المراهقين هذا الشي بيبين أكتر لأنه هرموناتهم أعلى بس لأنه كمان بيميرسوا الجنس أقل إنما شخص بالي عمره 30-40 سنة إذا ما عم بيميرس الجنس بانتظام فيه صير عنده قذف الليلة وهذا الشي كتير طبيعي منه شي غلط كمان عنا فكرة إنه أنا إذا عندي قذف الليلة يعني عندي مشكل أنا مهوس بالجنس أم عنده كابتشانسة أم عنده أفكار سيئة ولازم امنع هيدا الشي القذف الليلة مثل الانتصاب الصباحي والليلة شي طبيعي وصحي ما إنه ده ليلة لأي مشكلة جنسية أو نفسية أم عقلية إنما فيه أشخاص بيقولوا إنه القذف رح يأثر على الطاقة وبيأثر كمان على الخصوبة القصف الليلي ما بيأثر على الخصوبة وما بيأثر على الطاقة ظاهرة طبيعية بتصير خاصة إذا الشخص ما بيميرس الجنس بانتظام الجسم عم بيطلع شي مخزن جوا هذا شي كتير طبيعي ما عم بتخسره شي هذا جسم كن بس عم بيردلش حاله وعم بيعمل أمور أنتو بحاجة بركة تعملوه أثناء نهار بس ما عم بيصر لكم أنه تعملوه كمان عنا هالفكرة وهذا سؤال كتير كتير بيجي من الرجال من الشباب كمان خاصة إذا عايشين ببيت أهلهم أما حدا عم بيغيير لهم الشراشف أما عم بيغسل لهم ما لبسهم الداخلية ديما بيحسوا أنه لازم هن يقدروا يسيطروا على هيك زواهر وبيفكروا أنه إذا أنا عندي نية قوية كفاية ساعتها فيني سيطر على القصف الليلي لا ما فيكن تسيطروا على القصف الليلي القصف الليلي منه إرادة هلا إذا بتمارسوا الجنس أكتر أم تبلغوا النشوة أكتر بممارسة إمتاع الزيت ساعتها رح يكون في قصف الليلي أقل أم احتنام أقل إنما مش لأنه أنتو قررتوا ما يعود في قصف الليلي رح يتوقف القصف الليلي كثير مهم إنه نفهم أجسامنا ونتقبلون ونفهم إنه الجنس منه شي عيب أم شي غلط وطبيعي الجسم يكون عم يستجيب بطريقة أم يكون عنده نوع من الاستجابات كرميلة نكون ونبقى على صحة بدنية نفسية وجنسية إنما إنه نقصف بالليل أم يكون عنا انتصاب صباحي أم انتصاب ليلي مش يعني لازم نمارس الجنس وما يكون عنا انتصاب صباحي أم قصف الليلي مش يعني عنا مشاكل جنسية دائما بنا نقدر نفهم شو عم بيصير بحياة هيدا الإنسان دائما نقدر نفهم مزبوط إذا وجود أم عدم وجود القصف والانتصاب لازم يكونوا مصدر قلق أم ملقى وهيك تنتهي حلقنا لليوم شكرا لكل مستمعينا ما تنسوا تبعتوا أسئلتكم مخانة التعليقات وتلحقوا البرنامج يلا باي باي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر